موسيقى نشط الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين مقتل عنصرين وإصابة ستة آخرين من قوات القطع الحدود الجابية وجهاز حرس المنشآت في اشتباكات مسلحة مع ما يعرف بتنظيم الدولة والقوات تعلن سيطرة على أغلب مناطق بنجوان عملية البنيان المرصوص تؤكد تقدمها بعشرات الكيلومترات في محور طريق النهر ومارتين كوبلر يدعو لتوحيد الصفوف للتغلب على الإرهاب في ليبيا تركيا تعتزم فتح سفارتها في طرابلس قريبا ووزير خارجيتها يؤكد تقديم كافة التسهيلات لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين أعلن أمير القطع الحدود الجابية بشير بوظفيرا مقتل عنصرين وإصابة ستة آخرين من قواتهم في اشتباكات مسلحة وقع تفجر اليوم بين كل من قوات القطع الحدود الجابية وجهاز حرس المنشآت ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وأكد بوظفيرا لقناة ليبيا لكل الأحرار أكد تقدم القوات التابعة له وحرس المنشآت باتجاه منطقتين نوفلية وبنجواد موضحا أنه تمت السيطرة على أغلب منطقة بنجواد قال المبعوث الأمم إلى ليبيا مارتين كوبلر أن مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة يتوغلون نحو الجنوب كما أنهم يسعون لمهاجمة المواقع النفطية لدفع البلاد نحو كارثة اقتصادية وليس من أجل السيطرة على الانتاج حسب قوله وشار كوبلر في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية إلى أن عدد المقاتليات تنظيم تقدر بين 2000 و3000 في سرطة إضافة إلى نحو 2000 في بقية ليبيا وأوضح المبعوث الأممية أن هناك شكوكا حول ارتباطات التنظيم بجماعة بوكو حرام بنيجيريا مشيرا إلى وجود نيجيرين ضمن خلية للتنظيم تم اعتقال عناصرها في طرابلس معتبرا أن توسع التنظيم نحو الجنوب الليبي إشارة إلى الارتباط بهذه الجماعة وهو ما يجب وقفه بسرعة حسب تعبيره قال عضو المركز الإعلامي لغرفة العمارية الخاصة المشكلة من المجلس الرياسي بو بكر مصطفى قال إن قوات البنيان المرصوص ما زالت تحافظ على مواقعها مع تحقيق تقدم بعشرات الكيلومترات في محور طريق النهر وأوضح مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص تطوق مدينة سيرت من المحورين الجنوبي والغربي بداية من الطريق الساحلي وصولا إلى وادي جارف ووادي بي وأضف مصطفى أن سلاح الجوش أن عدة غارات داخل سيرت استهدفت مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أن سرية الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط جميع محاور القتال وتفكيك الألغام التي زرعها التنظيم لإعاقة تقدم قوات البنيان المرصوص هذا وقد أكد عضو المكتب الإعلامي بعمرية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى إصابة ثلاثة عناصر من قواتهم خلال الشباكات أمس الأحد ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة موضحا أن معارك دارت بمحيط المحطة البخارية سيرت وأضف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تطوق مدينة سيرت من المحورين الجنوبي والغربي لافتا إلى أن سلاح الجو نفذ غارات استهدفت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط المحطة البخارية من جهة أخرى أشارت عملية البنيان المرصوص إلى أن خبراء المتفجرات يقومون بالتعامل مع الألغام التي قامت تنظيم بزرعها لعاقة تقدم قوتهم تواصل عملية البنيان المرصوص تقدمها يوما بعد يوم وسط تراجع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة عن تمركزاتها البنيان المرصوص أعلنت سيطرتها بالكامل على بوابة الثلاثين ومفترق البغلى ووادي جارف مشيرة إلى أن قواتها انتهت من تمشيط وادي اللود وتواصل تقدمها في المحاول القتالية حسب الخطة الموضوعة تطورات تأتي عقب تصريحات المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي محمد الغصري والتي أكد فيها أن سلاح الجو نفذ طلعات جوية استهدفت تمركزات للتنظيم بالقرب من المحطة البخارية وكبدته خسائر كبيرة كما أكدت العملية أن سرية الهندسة العسكرية التابعة لها تقوم بتمشيط منطقة أبو جيم وإزالة الألغام التي زراحها ما يعرف بتنظيم الدولة قبل انسحابه منها في غضون ذلك أفادت عملية البنيان المرصوص بأن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام تعرف على جثة المنصق العام للتنظيم في شمال إفريقيا وآمري كتيبة عقب بالنافع وجند الخلافة في الجزائر خالد الشايب إثر مقتله في اشتباكات مفترق البغلة قبل أيام دوليا أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إلى أن أعداد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في السرط تقدر بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل مؤكدا أن التنظيم يسعى لمهاجمة المواقع البترولية لدفع ليبيا نحو كارثة اقتصادية وليس من أجل السيطرة على الإنتاج سيطرة عملية البنيان المرصوص على بوابة الثلاثين ومفترق البغلة ووادي جارف واللود اعتبره محللون تطورا مهما نظرا للدور الاستراتيجي الذي تمثله هذه المناطق كما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة العملية على دحر التنظيم وإخراجه من مدينة السرط في ظل المواقف الدولية الداعية إلى ضرورة دعم حكومة الوفاق في حربها على الإرهاب شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر على ضرورة توحيد الصفوف للتغلب على الإرهاب في ليبيا قائلا إن ما يعرف بتنظيم الدولة هو العدو المشترك لجميع الليبيين وأعرب كوبلر في تغريدات له على تويتر عن قلقه من النقص الحاد في المستلزمات الطبية في مستشفى مصرات المركزي وعدم قدرته على استعاب المرضى مشيرا لأن المستشفى يضطر لاستعمال قاعة الاستقبال بسبب ضيق المساحة وأضف كوبلر أنه ناقش مع أطباء مستشفى مصرات المركزي المساعدات الملحة وتحصين التعاون مع الأمم المتحدة قائلا إن انتظار المعاملات الإذارية قد يؤدي إلى موت المواطنين على حد تعبيره وأضف رئيس باثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اجتماعه بالمجلس البلد مصرات كان مثمرا مشيرا لأنه ركز على مناقشة كيفية دعم العملية السياسية وأفاد المبعوث الأممي بأن البعثة على اتصال مع مصر في ليبيا المركزي مؤكدا وجود تقدم بطيء على المستوى الاقتصادي داخل البلاد حسب وصفه ودعا كوبلر الشباب الليبيين عن انضمام إلى مسيرة السلام والمصالحة في البلاد لافتا إلى أنهم يشكلون رقما كبيرا داخل المجتمع وأضف مارتين كوبلر أن المجتمع الدولي يناقش إمكانية رفع حظر التسليح على ليبيا لافتا إلى أن الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بحاجة لأسلحة متطورة وأضح كوبلر عقب وصوله إلى مطار مصرات الدولي يوم أمس لاحد أنه لا بد من وجود قوات نظامية تحت قيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وذلك باعتباره القائد الأعلى لجيش الوطني كما دعا المبعوث الأممي مجلس النواب لا ضرورة عقد جلساته للتصويت على حكومة الوفاق الوطنية أنا محبط للغاية من عدم انعقاد جلسات مجلس النواب للتصويت على الحكومة التوافقية بالرغم من اكتمال النصاب القانوني لقد تم إغلاق القاعات وقطع الكهرباء حتى لا يتم التصويت على حكومة الوفاق الوطني أنا أدعو جميع أعضاء مجلس النواب إلى التجمع للنقاش واعتماد الحكومة التوافقية أفاد رئيس المجلس المحل السرط عبد الفتاح السيوي بأن ما يعرف بتنظيم الدولة قام بنقل المساجين من داخل المدينة إلى منطقة هراوة التي تبعد سبعين كيلو مترا شرق سرط وقال السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يعرف بتنظيم الدولة يعيش حالة تخبط داخل مدينة سرط مضيفا أنه ركز نشاطه حاليا في منطقة هراوة يشار إلى أن التنظيم قام بإخلاء شعبية الثلاثين من السكان باعتبارها منطقة اشتباكات ونشر عددا من القناصة فوق أسطح المباني فيما نزح الأهالي إلى ضواحي مدينة سرط ومنها جارف والغربيات ووادي مراحة أعلن رئيس منظمة واذي دينار للأعمال الخيرية سامي التومي أن أغلب العائلات التي نزحت إلى بنوليد عادت إلى مناطق سكنها في بوغرين والهيشة والوشكة وأضف التومي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عددا من المنظمات المحلية تحاول توفير احتياجات العائلات من مساعدات إنسانية إلا أن مناطقهم المتاخمة لمدينة سرط ما تزال تعاني ظروفا صعبة وخاصة عدم توفر السيولة من جانبها فاد عضو لجة الأزمة في بنوليد يوسف خليفة بأن 30 من أصل 40 عائلة عادت إلى مناطق الهيشة ووادي بي والقداحية والوشكة وأبوغرين إلا أن رجوع العائلات إلى زمزم يعرقله وجود ألغام بالطريق المؤدية إليها خاصة بعدما تعرضت له إحدى العائلات إثر انفجاري لغى من أثناء محاولتها العودة إلى المنطقة الأسبوع الماضي أفاد مصدر في مجلس شرث وبنغازي بوقوع اشتباكات عنيفة بمحور القورشا بالقرب من جزيرة مصنع الأنابيب يوم أمس وأضف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات المجلس رصدت تجمعات لقوات حفتر في محور القورشا واستهدفتهم بقذائف الهون وهما خلف ضررا مباشرة في صفوفهم هذا ونشر مجلس شرث وبنغازي فيديو يبين عملية تبادل أسيرين تمت بينه وبين قوات الكرامة خلال اليومين الماضيين في درنا شن طيران قوات الكرامة غارة جوية أمس الأحد استدفت المدخل الغربي للمدينة ووضح مصدر نعلامي من داخل درنا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف طال أحياء سكنية ومواقع خدمية خاصة وهما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل وأضف المصدر نفسه أن شظايا القصف طالت مساحات شاسعة موشيرا إلى أن دوية الانفجارات كان كبيرا وفق تعبيره أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاو شوغلو أن تركيا ستعيد فتح سفارتها في طرابلس قريبا موشيرا إلى بدء العمل على مستوى اللجان المشتركة بين ليبيا وتركيا لإعداد تقارير عن مستلزمات فتح السفارة وأضف أغلو في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المفوض محمد سيالة بطرابلس أن تركيا ستقدم كافة التسهيلات لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين قائلا أنه سيتم الغاء التأشيرة نهائيا مع تحسن الظروف الأمنية وأصرح أغلو بأن بلاده مستعد للتعاون مع ليبيا في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة مؤكدا دعم تركيا للمجلس الرئاسي لحكومة اليفاق الوطني قائلا أن الشركات التركية لديها رغبة كبيرة في استئناف نشاطها في ليبيا نتطلع لأن نكون أول دولة تستأنف أعمالها في سفارتها في ترابلس وقد بدأنا العمل على مستوى اللجان المشتركة لكي تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلتها بين إسطنبول والترابلس من جانبه أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة استئناف رحلات ليبية لمطان تورس قرطاج الدولي ابتداء من 31 مايو الجاري وضف سيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية تركي داود شاوشوغلو أن تركيا تحمل على إعادة فتح سفارتها في ترابلس لتقديم خدمتها للمواطنين الليبيين والعمل على إلغاء التأشيرة المفروضة عليهم وعشر سيالين أن شركة تركية باشرت أعمالها في أباريز استكمال محطة الكهرباء في المدينة موضحان أن بلدية ترابلس ونظيرتها في إسطنبول مستعدتان لتوقيع اتفاقية توأمة لتوسع آفاق التعاون بين البلدين طبعا التأشيرة مربوطة بإجراءات أمنية مرتبطة بالمناخ في مدينة الترابلس والمناخ الأمني ولكن هم الآن بصدد تعيين الموظفين الأكفاء لمنح التأشيرة ثم ربط منظومة الاتصالات وكل ذلك يتم في تمهيد للرجوع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين البلدين وهي تتعلق بإلغاء التأشيرة جدد التونس والجزائر تأكيدهما على دعم مصاري التسوية السياسية في ليبيا واستكمال بقية استحقاقات الاتفاق السياسي واعتماد الحوار سبيلا لتجاوز الخلافات وشدد وزير الخارجية التونسية خميس الجهناوي والوزير الجزائرية للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادرم سهل على هامش اجتماع جامعة الدول العربية شددها على ضرورة دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودعا الوزيران إلى مساعدة المجلس الرئاسي على تولي مهامه بشكل فاعل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتصدي لخطر ما يعرف بتظيم الدولة الذي بات يهدد مقومات الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة من جانبه دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمضان لعمامر المجتمع الدولي للمشاركة بفاعلية في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لإنهاء النزاع في ليبيا وأكد لعمامر على هامش اجتماع وزراء خارجية إفريقيا ودول الشمال الذي عقد قبل يومين في أوسلو أكد ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطنية التي يقودها فايزة سراج لعادة السلم والأمن في ليبيا على حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية وفيما يخص مسألة الهجرة دعا لعمامر إلى توحيد الجهود لإيجاد حلول للأزمة مشددا على ضرورة معاملة اللاجئين والمهاجرين ضمن الأطر القانونية الخاصة بهم نشتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل الحكم ببراءة أربعة رجال أعمال الليبيين مسجونين منذ ما يقارب سنتين في الإمارات ولجة الدفاع عنهم تطالب بتنفيذ الحكم ومغادرتهم لمرات بعد ثبوت براءتهم مقتل عنصرين وإصابة ستة آخرين من قوات القطع الحدود الجابية وجهاز حرس المنشهات في اشتباكات مسلحة مع ما يعرف بتنظيم الدولة والقوات تعلن سيطرة على أغلب مناطق بالجواز عملية البنيان المرصوز تؤكد تقدمها بعشرات الكيلومترات في محور طريق النهر ومارتن كوبلر يدعو لتوحيد الصفوف للتغلب على الإرهاب في نيه تركيا تعتذم فتح سفارتها في طرابلس قريبا ووزير خارجيتها يؤكد تقديم كافة التسهيلات لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين أكد رئيس فريق الدفاع عن الليبيين المعتقرين في الإمارات مصطفى المانع اصدار المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات حكما باتا يقضي ببراءة أربعة رجال أعمال الليبيين كانوا مسجونين وأوضح المانع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الحكم يعد نهائيا وغير قابل للطعن وشمل كل المسجونين الليبيين منهم سليم العرادي وكمال الظرات ومحمد الظرات وعيسى منع وطالب المانع بتنفيذ الحكم على الليبيين المفرج عنهم بعد براءتهم من تهم تتعلق بأعمال عدائية قاموا بها ضد ليبيا من دولة الإمارات وكانت السلطات الإماراتية قد سجنت ستة رجال أعمال الليبيين قرابة السنتين أفرجت عن اثنين منهم منذ شهرين تقريبا لكنها لم تسلم إليهما جواز السفر لمغادرة الإمارات بحسب منع لمتابعة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلوس رئيس فريق الدفاع عن الليبيين المعتقلين في الإمارات مصطفى المانع بداية سيد المانع ما الذي يعنيه قانونيا إصدار المحكمة الاتحادي العليا بالإمارات حكما باتا يقضي ببراءة أربعة رجال أعمال الليبيين كانوا مسجونين عندها بداية كل التحية لك ولمشاهدين نبارك عبر صناتكم الموقرة لكل أبناء ليبيا وأحرار العالم صدور حكم البراءة اليوم أهمية هذا الحكم تكمن في الآتي أولا أن هذا الحكم هو حكم بات غير قابل للطعن عليه بكل صور الطعن يستلزم سرعة التنفيذ من السلطات الإماراتية بإخلاء سبيل المعتقلين هذا الحكم يمثل حقيقة كنا نرددها وننشدها منذ أن قبض على المعتقلين منذ قرابة العامين كنا نردد أن هؤلاء الناس أبرياء وتحدينا الجميع أن يكون هناك تهمة واحدة قد ارتكبت من هؤلاء الرجال هؤلاء الرجال هم رجال أعمال بعيدون كل البعد عن السياسة تجلهم خالي من أي جرائم سواء في بيبيا أو في الإمارات أو في أي مكان آخر فهذه الحقيقة التي نادى بها أسر المعتقلين وندينا بها تفاريخ اتفاع ولله الحمد نطق بها القضاء اليوم طيب هل يسري هذا الحكم على كل المتهمين بمن فيهم المفرج عنهما سابقا منذ شهرين نعم المعتقلين من رجال الأعمال اللي بين قرابة العامين كما تعلمونهم في حدود العشر معتقلون منهم أربعة تم إخلاء سبيلهم من قرابة السنة دون محاكمة اثنين صدر لهم حكمي براءة منذ شهرين ولكن للأسف لم يمكنوا من السفر والعودة لأهلهم إلى الآن أربعة صدر اليوم لهم حكم البراءة الرسالة أن البراءة كل متكامل وجزء لا يتجزأ هذه البراءة ستبقى حبر على ورق إن لم تنفذها وتستجيب لها وتنفع لها السلطات الإماراتية بأن تخلي سبيل المعتقلين دون مقيد أو شرط وتسمح لهم بالعودة لأهلهم حتى نبدأ في مسيرة جديدة لمدوات جراحهم النفسية وجراحهم الجسدية التي لاحقت فيه في هذا الصدد أيضا تحدثت على أن المحكمة عندما أفرجت عن متهمين متهمين لبيين لم تسلم لهم جواز سفرهم لمغادرة الإمارات هل من تطور بخصوص هذا الموضوع؟ نحن كفريق دفاع وكذلك الرابطة مشكورة رابطة المحتقلين وأسر المحتقلين نضغط صباحا مساء مع السلطات الإماراتية وعن طريق المنظمات الفقوقية ومع عديد النشطاء والمهتمين لإخلاء سبيل كل الذين حكموا براءة ولكن للأسف اليوم مضى شهرين دون أن يخلى سبيلهم نحن نناشد السلطات الإماراتية باحترام أحكام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات احترام الأحكام الباتة ووضح موضع التنفيذ هؤلاء الناس نطق القضاء بحقيقة ناشدناها وقلناها من بداية أنهم أبرياء بالتالي لا يوجد أي مبرر من أن تفرض عليهم أي إجراءات احترازية من أي نوعي كان نعم رئيس فريق الدفاعان لبينا المعتقلين في الإمارات مصطفى المنع شكرا جزيلا لك قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف أنها ستتق قريبا عملية مع الحكومة الإيطالية والشركائها تحسبا لابتفاع المهاجرين القصر القادمين من ليبيا إلى إيطاليا في فصل الصيف وعربت منظمة اليونسف في بيان لها عن قلقها إزاء تزايد أعداد الوفيات في صفوف المهاجرين واللجئين في الأسبوع الماضي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والذي يعد أغلبهم من القصر المهاجرين دون أي مرافق ونوهت اليونسف إلى أن الأطفال المهاجرين يتعرضون إلى انتهاكات واستغلال مع إمكانية وفاتهم أثناء رحلاتهم موضحة أن عدد الواصلين منهم إلى إيطاليا هذا العام قد بلغ نحو ألف طفل مهاجر من دون مرافق طالبت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني مديري الإدارات والمكاتب والمديرين العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة للقطاع طالبتهم بضرورة التعامل مع وزير الصحة المفوض من حكومة الوفاق عمر بشير الطهر دعية إلى عدم التعامل مع أي جهة أخرى كما طالب بتغيير الورق الرسمي لكل جهة بشعار جديد يحمل اسم حكومة الوفاق الوطني وتغيير الأختام وقفل السجلات الصادرة والواردة اعتبارا من أمس الأحد إلى عنوين النشرة مقتل عنصرين وإصابة ستة آخرين من قوات القطاع الحدود الجدابية وجهاز حرس المشاهد في اجتباكات مسلحة مع ما يعرف بتنظيم الدولة والقوات تعلن سيطرة على أغلب مناطق بن جواد أمارية البنيان المصوص تؤكد تقدمها بعشرات الكيلومترا في النحوة لطريق النهر ومارتن كوبلر يدعو لتوحيد الصحوف للتغلب على الإرهاب في بيضا تركيا تعتزم فتح سفارتها في طرابلس قريبا ووزير خارجيتها يؤكد تقديم كافة التسهيلات لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين نهاية النشرة في أميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر